مشاهدين للوسواس صور كثيرة قد نكون احنا شخصيا عنينا منها او شاهدناها يعني مثلا وسواس النظافة سيدة بتقضي ساعات بغسل كل السطوح في البيت تعقيم والتنظيف بعدة منظفات او مثلا شخص عم بيشك في صحة وضوء او بعيد الوضوء عشرات المرات واخر يعيد التأكد من اغلاق الباب عند الخروج عدة مرات او يشك باستمرار بان الموقد او الفرن يعني بقي شعالا ولم يطفئ الكثير من الامور التي يعاد تكرارها مرات ومرات لتصل لدرجة الوسواس القهري تشير الاحصائيات مشاهدين تقريبا واحد من كل خمسين من الناس بعانوا في مرحلة من حياتهم من الوسواس القهري حديثنا عن هذا الاضطراب النفسي مع الدكتور النفسي دكتور محمد الدندن يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك يا الله يعني عم نشاهد بحياتنا العادية كتير اشخاص ممكن احنا كمان مرينا بهذا الامر موضوع التكرار والشك هل فعلا اي تكرار بتنبي اي سلوك معين لعدد مرات معين ممكن نطلق عليه انه هذا الشخص مصاب بالوسواس القهري لا اكيد لا لون هاي مواجهناها بالعيادة يعني هلأ بسبب ثورة المعلومات وقدرة الناس الوصول للمعلومة ورات يضيع عليهم القصة هلأ تكرار فيه شي اسمه افكار وسواسية وليست وسواس قهري بتصير مع اللي عندهم قلق معمم خلينا نفرق اشأل افكار تمام اللي عنده قلق معمم يعني هذا اللي عنده خوف غامض غير منطقي زائد عن حد غير قابل للسيطرة اتجاه امور كثيرة بحياته هذول عادة يكون عندهم افكار وسواسية مثل ممكن يتحقق من اغلاق الباب مرتين ثلاثة مثلا او يعيد الوضوء يعني بدرجة ما تعيقه يعني هل مجرد افكار اذا صارت تشكل عادي ما فينا تمام تمام يعني فالهون نحن بالشخص وسواس لما يكون هاي الافكار القهرية سواء تعلق بالنظافة او بالتكرار او بالترتيب الى ما هونالك او حتى احيانا على شكل افكار تيجي افكار قهرية عن افكار عن عنف او افكار يعني في ناس افكار عن الموت حتى كتير اشخاص بتظلها فيها جس في بارهم لا هذا افكار الموت تيجي عادة مع القلق خصوصا لما يكون هو شاف قريب له وفى بمرض معين هاي هاي ما منعتبره وسواس قهري بس في ناس تيجيهم افكار مثلا عن الكفر يعني وهذا لازم ننبع شغل لأسف نحن نشوف المريض يا حرام يشعر بذنب كبير هو عادة بقدر ما يكون هو مؤمن بقدر ما تكون هاي الافكار مزعجة يعني هو عادة شخص ملتزم متدين تيجي افكار هاي قهرية يعني او صور خارج عن سيطرته هي ليست افكاره نعم انا دائما بحب نبه المرضى انه انه هاي ليست افكارك هاي افكار المرض مثل ما انه الحرارة هي مو خيارة لما يلتهب بالعوم بدأ ترتفع الحرارة هذا يعني عارض من عارض المرض يعني ما له علاقة بالمرض يعني بالمريض وعقيدته ويمانه تمام انت عم تحكي الدكتور عن افكار يعني وهو كل شيء يبدأ بفكرة فهذه الفكرة اذا تم ترتفع راح تتنقل او تنتقل لاضطراب نفسي فعليا متى تنتقل هذه الفكرة من افكار يعني تأتي للجميع الاضطراب يحتاج لعلاج هو عادة في معايير لتقريبا كل الاضطرابات النفسية هو مدى تأثير هذه الافكار سواء كانت افكار او سلوك معين او مثل تكرار يعني التحقق من الاشياء المنزل او حتى النظافة لما تصل لدرجة مجهدة وتعيق المريض يعني مو منطقين يعني مثلا مثلا اذا كانت سيدة المنزل تقضي اربع خمس ساعات يوميا بتنظيف المنزل ومثلا وتشعب باضطراب كبير مثلا اذا اجا حدا هي باللحظة اللي اتمت هذا التنظيف يجي احد افراد الاسرة يفوت جاي من برا هي بالوقت اللي يتعطق اللي لازم يعقم حذاء وإلى آخر ما هونالك ممكن تعيد تنظيف البيت من اول وجديد فتخيل قديش مجهد ويستهلك وقت كبير ومنطقة المريض وغالب قسم كبير مرضى يوصل لدرجة الاكتئاب عادة مرضى المسواس ما بيوصلوا لعنى على عياد للأسف إلا لما يدخل بالاكتئاب لنكون عم يقاهم هاي الأفكار أحيانا يخجل يحكيها لأنه يعتقد انه ناس لأنه هو بيعرف انه غير منطقية يعني هو بيعرف انه غير منطقية يعني هو بيعرف انه بيعرف انه هاي الفكرة سخيفة هو مزعوج من نفسه ايضا انا بعرف انه انا مثلا اتميت وضوي بشكل جيد بسيط على اي فكرة انه لا لازم تعيد او حتى بالصلاة يعني تخيل الواحد ممكن يقضي بالصلاة ساعات احيانا اذا اذا وصل لحد الاجهاد ممكن يكون فعلا هذا اضطراب وتأثيره على عمله على علاقاته الاجتماعية على راحته هو احساسه بانه هذا الامر سوف ضغط عليه وصار معيق هون ساعة ادخلنا بمرحلة الاضطراب اما يعني اهلا كثير الناس بحالات التعب النفسي او ضغوط او بحالة مرض احد افراد الاسرة ممكن تسيطر علي افكار تتعلق بالمرض او خوف من المرض هذا لا يعتبره سواس مؤقت ربما تماما مختلطة بظرف محدد طيب يعني هذا تشخيص للمرض او ربما خلينا نحكي اعراض هذا المرض والامور التي تظهر على المريض لكن اذا انتقلنا للاسباب يقال انه في دراسة مجرد تغيير في كيمياء الدماغ بسائل معين بكيمياء الدماغ زيادته او عفوا زيادته او نقصانه تؤثر فعليا في حدوث هذا الوسواس ما مدى صحة هذه المعلومة لا شك يعني هو حقيقة لسه الاسباب بدقة ليست معروفة هو عادة في اجتماع عدة اسباب هلأ في نظريات حكت عن مثلا اصابة مثلا ببعض الجراتيم اصابة العقديات بفترة محددة من الزمن الامر اكثر منطقية انه امر شامل يبدأ من نمط الطفولة خصوصا المبالغة بالضبط يعني هاي ممكن تخلق قلق عند الطفل دائما قد يكون سببها التربية والامن تمام تمام خصوصا بمرحلة النظافة يعني انا دائما بنصح الامهات انه يتركوا الطفل شوي ما يضغطوا على كثير من امهات فخورة انه ابنا نظف بعمر السنة فتخيل الطفل بعمر السنة قديش عرض له ضغط كمان الضبط الزايد الاهل المثاليين احيانا بدهم يعني سلوك لأولاد دقيق وهذا ممكن يخليه قلق وبالتالي ممكن يهيئه مستقبل الاصابة باللسواس القهري نعم يعني اذا هي سلوك حياء ونمط بيئة نمط بيئة تمام وبالتالي هذا بيأسس ليش ممكن هو عادة بيظهر بسن المراهقة وما بعد نعم فعادة احنا نادر ما نلاقي حدا مصاب باللسواس القهري ما فيه يعني الى حد ما اساس بالطفولة ونمط التربية اذا نسبة الوراثة هي نسبة عالية جدا في هذا الوسواس تمام هلا هو عمليا من الناحية البيولوجية هو نقص احيانا بالنواق العصبية خصوصا السيروتونين اللي بتربط بين مثلا خلينا نقول المناطق بالدماغ المسؤولة عن الخوف اللي هي بال يعني الخلايا العقدية لانه هو يعني منطقة الفص الجبهة المسؤولة عن عن ضبط السلوك الى اخر ما هنالك فبتالي عادة الادوية المضادة الاكتيام وضادة القلق اللي ترفع مستوى السيروتونين ومستوى الناق العصبية ثم بمسارات معينة هي بتساعد كثير نعم نحن نحكي عن العلاج لكن قبل العلاج موضوع التشخيص لهذا الاضطراب يعني هناك تشخيص جسدي هناك تشخيص نفسي وايضا هناك تشخيص بفحوصات مخبرية لهذا الشخص التقييم النفسي ما هو نقاط التقييم اللي بتتبعوها كأطباء لا شك هو ما فيه تشخيص مخبري بس احنا لازم نتبع هذا الاجراء لتأكد من عدم وجود مرض لتأكد من عدم وجود مرض اخر يعني او اسباب قد تكون بيولوجية الى اخر ما هنالك لنفي اي اسباب جسدية ننتقل لموضوع يعني التشخيص التقييم النفسي هو الشخص لا يخضع للتقييم النفسي هو شخص قد يكون مبدأ يعني يصيب اي حدا بيصيب الذكي ويصيب غير ويصيب المؤمن ويصيب غير المؤمني بيصيب القوي ويصيب الضعيف مرض هناك شخصيات معلوفة ايضا تمام مثل كل امراض مثل السكري مثل الضغط يعني ما فيه انه والله فيه ناس انهم تقييم نفسي محدد فهدول بصابة للخصص القاهرية احنا نقيم العراض نقيم مدى تأثير هذا الاضطراب وهذا السلوك التكراري والافكار على راحة المريض نفسه وحياته يعني اذا مثلا فيه ناس ممكن يقضي مو منطقي واحد يقضي قبل خروج العمل ساعتين بسلوك التكراري مثلا انه ما فيه قاوم فكرة اللي انه مثلا بس يابو ويرجع يشلحون شي عشرات المرات نعم هو بيجي يشعر بالخجلة احنا بفهموا انه انت ما لازم تخجل هذا مرض وعلى المرات هاي مو فكرتاك نرجع نقول هاي فكرة المرات فبالتالي هذا يعني ممكن يستهلك جزء كبير من وقته هو شاعر بالاحباط انه هذا ما له معنى هو تماما مريض هو ليس متوهم يعني بس هاي فكرة ليش اسمه اسواس قاهرة سيطرت هذا الفكرة على عقل وعلى حياته يعني هي فكرة قاهرة للمريض وعادة المريض لما يكرر هاي السلوكات يشعر بيخف القلق عنده نعم طيب لنقطة الأهم دكتور يعني وهي يمكن أن تضررها لعيد المشاهدين إلى العلاج فعليا العلاج اللي ممكن يتبع هذا المريض ولمدة معينة يتم تجاوز هذا الوسواس خصوص إذا كان الوسواس هو عبارة عن يعني تراكم سنوات ليس سنة يعني ليس في سن صغير إنما في سن كبير للأسف هو عادة نادر ما يجو المرضى ببداية المرضى عادة يعني المتوسط عالميا معنا دراسات عالميا المريض بعد خمس سنوات من المعاناة وفي ناس أكثر خمسة من المرض حتى يقرر أنه يشرب الحراج يكون هو عم يعاني ما حدا من تبهله وممكن ثقافة الطبيب النفس اللي سموه من تشرع تمام يعني حتى حتى بالدول يعني الغربية إلى آخر ما هنالك فبالتالي عادة يجي بوقت متأخر المريض أنا بنصح أنه مجرد شعر لمدة أشهر بأعراض من هذا القبيل وما يتردد لأنه في خسارة كبيرة على المريض على حياته على وقته على راحته فالعلاج أول شيء يرتكز متى ما شخصنا سواس قهري العلاج يرتكز على نوعين يعني علاج دوائي نعم لأنه كثير من المرضى يأتي معهم اكتئاب يعني ليس بس سواسواس فهون العلاج الدوائي ضروري لأنه أول شيء يظهر المريض من حالة الاكتئاب طبع دوائي الاكتئاب نفرس تخفف من ضغط الأفكار يصير المريض قادر يقاوم الفكرة بعدها يجي العلاج السلوكي المعرفي نعلم المريض كيف يتعامل مع الفكرة يعني كيف أنه خليه نقول التعرض ورفض الاستجابة يعني مثلا المريض عنده هذا الوسواس أنه وسواس النظافة بده يغسل التفاحة عشرات المرات نعم نجي نحط التفاحة مثلا على الكنبة ونعطيها فورا يعني ما نعطيه فرصة ليفكر مشان تعلم ويقفز على الفكرة تماما فبالتالي يستجيب يعني إذا عطينا ممكن يأكل التفاحة ويتعلم أنه هذا الأمر أما هو متى ما فتح الباب إذا عطينا فرصة ليفكر ممكن يبلش يتوسوس كمان بمواضيع الصلاة والوضوء طب قدامك يعني بجوز ما فكر لكن لما يرجع حياته الطبيعية رح يرجع تمام هو إحنا ندربه يصير هو يمارس هو شخص عمي عالم بعدين مدة التدريب فعليا لحتى الواحد ينجح عادة المرضى خلال شهر لشهرين يشعروا بتحسن كبير جدا جميل يعني وعادة نحن الدواء يعني إذا كانت المريض يجاينا بوقت مبكر وأول مرة العلاج العلاج يستمر لمدة سنة وبعدين ممكن يوقف العلاج في حالات تشفى وفي حالات يترجع تكس ممكن يعني يعاد علاج مرة تانية بس أنه لكن نسبة الشفاء جيد يعني مع العلاج الدواء نعلمه على علاج سلوك يمعرفي كيف يتعامل مع الفكرة مثل فيما يتعلق مثل بتكرار الوقوف عند كلمة معين أحيانا بقراءة الفاتحة أنه لا يعني يعني بيعرف المحالة قراءة جيدا بس أنه يتعلم منه فورا يقفز يعني فوق الفكرة ويكمل عادة المريض يشعر بالارتياح وبلش يشعر أنه قادر يسيطر على الفكرة طبعا هون بس غالبا الأدوة يساعد كثير تخليه أكثر استرخاء القلق عنده أخاف مزاجه صار أحسن فبصير وعادة ليش لأنه هي تزداد بحالة الضغوطات المريض الوسواس لما يتعرض للضغوطات عامة يكون مكتئب عادة يشتد الوسواس نعم فالعلاج هو علاج شامل هو نوع من القلق أيضا يعني ونوع من القلق طبعا هو أحد اطرابات القلق الرئيسية والوسواس القهرية إذن بالتوازي مع العلاج الكيميائي والعلاج النفسي يتم إن شاء الله التخلص من هذا الاضطراب المزعج عن عديد من الأشخاص وتجاوزه والعلاج طيب قبل الختام دكتور يعني الأشخاص اللي لسه عندهم هذا الوسواس وما بدهم يلجأوا لدكتور أو لعلاج هذا الموضوع ما هي المضاعفات التي قد تؤثر عليه في المستقبل يعني ما في مضاعفات هي مضاعفات خلينا نكون معيقة الإعاقة فقط إعاقة الحياة ضاعة الوقت المعاناة لعانيها المريض يعني كمان ننبه كثير أحيانا خوف عند الناس قلني دكتور هذا المرض ممكن يتحول لشيء تاني بالزبط يعني ما في مرض يتحول لمرض يعني بمعنى فأناس خاف أنه والله ممكن يصير فصام أو شيء ما في الاكتئاب لا يتحول لفصام ممكن تزيد نزيد نسبة اكتئاب مثلا عند هذا الشخص طبعا يعني هو معرض للاكتئاب يعني نسبة كبيرة 70% من مرض الوسواس يدخلوا باكتئاب ما لا يعني أصفها موضوع معاناته أما مضاعفات يعني أن الناس لا يشتح مخلبعين هي فقط أنه إذا ما تعالج يعني نحن ننصحه بالعلاج حتى يتخلص من معاناته يعني هذا الهدر بالوقت والطاقة اللي بيروح يعني هو يتخلص منه من خلال العلاج إذن هي تحتاج لإرادة ولعزيمة داخلية لتخلص من هذا الاضطراب كل الشكر إليك الدكتور محمد الدندن على هذه المعلومات القيمة يعطيك ألف عافية